اللهم يمن كتابه وهو حسابه ولي ترابه وألهمه حسن الجواب وطيب ثراه وأكرم مثواه واجعل الجنة مستقره ومأواه إنا لله وإنا إليه راجعون أهلا بكم في هذه النشرة الاستثنائية تأتيكم من الراي والقبس وقدمها لكم علي الموسى والبداية مع العناوين فأننا نؤكد اجتزازنا بدستورنا ونهجنا الديماراطي ونفتخر بكويتنا دولة قانون ومؤسسات الشيخ نواف الأحمد مؤدياً اليمين أميراً متمسكون بالدستور وبسمرار النهج الديمقراطي لكنك يا سمو الأمير سيف مجرب وقائد مؤيد وحكيم مسدد والغانم عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سيف مجرب وأخرج مدرسة الحكامة ثرى الوطن يحتضن الجثمان الطاهر للأمير الراحل وغمامة الحزن عابرة للحدود الصلاة على الميت الغائب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رحمه الله وصلاة الغائب على أمير الإنسانية تقام في الحرمين شريفين ومساجد الكويت وقطر والبحرين نعزي أنفسنا ونعزي الشعب الكويتي بوفاة عميدة دبلوماسية وفارس العمل الإنساني ومبايع الشيخ نواف الأحمد سمو الأمير الحالي بالسمع والطاعة وشارع الكويتية يبكي أميره الراحل ويدعو للشيخ نواف الأحمد بالتوفيق والسداد والحزن يخيم على أوسط عربية وعالمية وصحف تتشح بالسواد على فقد أمير البلاد أهلا بكم أدى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد صباح اليوم اليمينة الدستورية في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمة فيما استذكر سموه خلال كلمته فقيد الكويت الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد قيل أن لقد رحل عنا إلى دار الآخرة رمز شامخ من رموزنا الخالدين قدم الكثير لوطنه وشعبه وأمته وترك إرثا غنيا زاخرا بالإنجازات والأعمال المشهودة محليا وعربيا وإسلاميا ودوليا ودعا سموه إلى وحدة الصفة وتضافر الجهود لتجاوز الظروف الدقيقة والتحديات التي تمر بها البلاد مؤكدا الاعتزاز بالدستور والنهج الديمقراطي والافتخار بدولة القانون والمؤسسات معاهدا ببذل غاية جهده حفاظا على رفعة الكويت وعزتها وحماية لأمنها والسكرارها بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أن أحسرم الدستور وقوانين الدولة وأدود أن خريات الشعب ومصالحه وماله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد بإلقاء النطق السامي إن غضاء الله قدره وإن وحدث سبحانه الذي لا يحمد على مكره سواه نحمد تعالى ونشكره في المحنة والبلاء كما نحمده في الفضل والرخاء فقد رحل عنا إلى دار الآخرة رمزا شامخا من رموزنا الخالدين قدم الكثير لوطنه ولشعبه وأمته ترك أرصا قنيا زاخرا بالإنجازات والأعمال المشهودة محليا وعربيا وأسلاميا ودوليا نستذكر بكل الأحزاز والأهتمام تفديهاتها السديدة ونصائح الأبوي التي تعكس أشغح الكويتنا الغالية وأهل الكويت الكرام والتي تضل نبراسا هاديا لنا ونهجا ثابتا الأخوة الرئيس وأعضاء المجلس المحترمين تعرضت الكويت خلال تاريخه الطويب إلى تحديات جادة ومحن قاسية نجحنا بتجاوزها متعاونين متكاتفين وعبرنا بسفينة الكويت إلى بر الأمان ويواجه وطننا العزيز اليوم ظروفاً دقيقة وتحديات خطيرة لا سبيل تجاوزها والنجاة من عواقبها إلا بوحدة الصف وتضافر الجهودنا جميعاً نخلصين العمل الجاد لخير ورفعة الكويت وأهل الأوفياء وإذن نشير إلى هذه التحديات فأننا نؤكد التزازنا بدستورنا ونهجنا الديموراطي ونفتخر بكويتنا دولة قانون ومؤسسات وحرصاً على تجسيد روح الأسرة الواحدة التي يعرف بها مجتمعنا الكويتي وانتزامنا بثوابتنا المبدأة الرازخة وأنني إذ أتصدى لحمل المسؤولية الجسيمة بروح الأمل والطموح لعاهد الله وعاهد شعب الكويت وعاهدكم الأبد القاية الجفدي وكل ما في وسعي حفاظاً على رفعة الكويت وأزتها وحماية أمنها لأمنها واستغرارها وضماناً لكرامة رفاة شعبه متسلحاً بدعمه ومساندة أهل الكويت المخلصين سائن الله العون والسداد والتوفية ربنا عليك توكلنا وليك عنبنا وإلك المصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد سجل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لدى وصوله مجلس الأمة كلمته السامية على سجل الشرف حيث جاء فيها إن الكويت تنعم بفضل الله تعالى وتوفيقه بنظام ديمقراطي راسخ تجلى للثوابت والأسس الدستورية التي تضمن سلاسة وانتظام انتقال مسند الإمارة والصلاحيات الدستورية المتعلقة بها دونما أي فراغ دستوري وبما يضمن الاستقرار وديمومة مسيرة الخير في الوطن الغالي مسذكرين بكل الإجلال مآثر الأمير الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الإنسانية والخيرة ونهجه النير الذي ارتقى بمكانة الوطن بين الأمم إن ثقة الغالية التي أولانا إياها الشعب الكويتي الكريم هي أمانة في عنقنا معاهدين الله تعالى على أداء مسؤوليتها على خير وجهه لخدمة الوطن مؤكدين تمسكنا بالدستور والمحافظة عليه وبإسمرار السير على النهج الديمقراطي للوطن العزيزة بدوره قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في كلمته إن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد خرجوا مدرسة الحكماء الكبار الراحلين الذين قادوا البلاد سنين طويلة ووصف الغانم سمو الأمير الراحل بالربان الماهر لسفينة الكويت والقائد الذي حفظ للبلاد توازنها واتزانها وعزز مكانتها ووزنها وعضف حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم ها أنتم بعد أداء اليمين أد السورية أمام ممثلي الشعب تدشنون عهدكم الميمون وهو عهد نراه زاهرا بإذن الله تعالى عهد تستكملون فيه مسيرة من سبقكم من العدل والحكمة وسداد الرأية عهد ينعم فيه الكويتيون بالعدل والحرية والرخاء والزهار عهد يطبق فيه القانون على الكبير والصغير عهد لا ينعم فيه فاسد بفساده ولا مغامر بمغامراته ولا متكسب على حساب الوطن بمكاسبه لقد كان نبأ وفاته نبأا مزلزلا وخطبا مجلجلا أصاب الكويت في قلبها واحتزت له أركانها إن لفقدنا لأميرنا الراحل شعورا يبعث على الحزن والأسى واللوعة كيف لا وهو من كانت صورته تنشر الطمأنينة وكلماته تشعر بالأمن والسكينة وأفعاله ترسق كل ما من شأنه حماية الكويت وحفظ مصالحها ومصالح شعبها الوفي لقد كان فقيدنا الغالي قائدا حكيما لمسيرتنا وربانا ماهرا لسفينتنا حفظ لدولتنا توازنها واتزانها وعزز مكانتها ووزنها غير متأثر بإعاصير السياسة العاتية وتقلباتها المتوالية لقد رسم الفقيد بسياساته الحكيمة ورؤاه المتزنة وغراراته الاستراتيجية المستشرفة طريق نجاة وعبور آمن وسط النيران المستعرة من حولنا فقاد بلدنا الصغير بحجمه الكبير بشعبه إلى ميناء السلام وبر الأمان قائد لم ينفعل وقت الفعل ولم يتسرأ وقت التريث والصبر ولم يتباطأ وقت الحسم والحزم فداوى جروح الأحداث بالنطل والخبرة وتعاطى مع العلل الكبرى بالتروي والحصافة وتماها مع التطورات المتساعدة بالهدوء والثقة امتزج بمشاعر شعبه حتى كأنه نبض في قلبه ودنى منه حتى كأنه شيء فيه فلا يفقد تهنئته في فرح ولا مواساته في ترح فرحمه الله رحمة الأبرار وأنزله منازل الأخيار وجمعنا به في دار كرامته ومستقر رحمته إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا فقيدنا لمحزنون وإنا لله وإنا إليه راجعون حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم أعرف حجم الألم الذي يعتصر قلبك والأسى الذي يدمي كبدك على فراق معلمك وأخيك الكبير ومن كنت له طوال السنين عضيداً وسنداً ويداً يمنى وأعرف كم تشعر بعد فراق فقيدنا الغالي بحجم المسؤولية التاريخية في قيادة بلدنا في هذا الظرف الاستثنائي لكنك يا سمو الأمير سيف مجرب وقائد مؤيد وحكيم مسدد هكذا عرفك الكويتيون خليطاً بين الحزم والتواضع مزيجاً بين الحزم والقلب الطيب الكبير فأنتم يا صاحب السمو خريجوا مدرسة الحكماء الكبار الراحلين تتلمثتم على يد أولئك الذين قادوا البلاد سنين طويلة بالحكمة والرؤية الثاقبة فكنتم خير من عاونهم وساندهم وارتوى من خبرتهم وقد احتضنت قلوب أبناء الكويت وكل فقراء العالم جثمان قائد العمل الإنساني لتبقى ذكره محفورة في كل القلوب قبل أن يحتضن ثرى الكويت اليوم جثمان فقيدها الطاهر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صفاح الأحمد الذي وري جثمانه الثرى عصره اليوم في مقبرة الإسليبخات فيما تقدم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد المشيعين نتابع هذا التقرير احتضن تراب الكويت جثمان سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صفاح الأحمد الجابر الصباح عصر اليوم الأربعاء حيث وري جثمان سموه الطاهر رحمه الله الثرى في مقبرة الإسليبخات وكان قد استقبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ظهر اليوم جثمان أخيه الطاهر فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى قادما من الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وأدى عليه صلاة الجنازة في مسجد بلال ثم توجه الجثمان إلى مقبرة الإسليبخات ليوار الثرى كما كان في استقبال جثمان سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكانت قد رافقت أربع مقاتلات حربية الطائرة التي تنقل جثمان سمو الأمير الراحل لدى دخولها الأجواء الكويتية وكان عددهم من زعماء العالم قد قدموا تعازيهم في وفاة أمير الإنسانية أمير الكويت الراحل رحمه الله فأعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن حزنه لوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل وقال الملك سلمان بتغريدة على حسابه في موقع التويتر للتواصل الاجتماعي فقدت برحل الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله أخا عزيزا وصديقا كريما وقامة كبيرة له في نفسه مكانة عظيمة وتقدير يستحقه وأكد إنه افتقده كما يفتقده شعبه وسيخلده التاريخ إذ كرس حياته لخدمة بلاده وأمتيه العربية والإسلامية مضيفا تعازينا لأهلنا في الكويت إنا لله وإنا إليه راجعون كما نعت عدد من أدول الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حيث قال رئيس الوزراء الكندي جيستن ترودو إن أمير دولة الكويت الراحل المغفور له بإذن الله تعالى خدم شعب الكويت دون كلل وأضاف ترودو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر لن ننسى أبدا قيادته ورؤيته وكرمه تجاه القوات الكندية الموجودة في دولة الكويت وقلوبنا اليوم مع كل الذين ينعون الراحل من جهته عرب رئيس الوزراء الياباني يوشيد سوغا اليوم عن خلص تعازيه لدولة الكويت حكومة وشعبا في الأمير الراحل قائلا إنها خسارة جسيمة للمجتمع الدولي وأضاف سوغا في بيان صادر لقد حزنت بشدة لسماعي النبأ وفات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وأود أن أتقدم بالنيابة عن حكومة وشعب اليابان بأحر التعازي لشعب دولة الكويت كما قال رئيس الوزراء الماليزي محيد دين ياسين إن العالم فقد قائدا عظيما ألهم الكثيرين لتحقيق التقدم والإزدهار والسلام والاستقرار داخل الكويت وخارجها وتقدم ياسين في بيان بالنيابة عن حكومته وشعبه بأعمق مشاعر الأسى والتعازي لحكومة وشعب الكويت في وفات صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد وأضاف ياسين رحمة الله عليه وتقمد روحه الجنة بين الشهداء والصالحين وإنا لله وإنا إليه راجعون إلى ذلك نعت الصين سمو أمير البلاد الراحل وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية أن الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد حظي بمحبة شعب الكويت واحترام المجتمع الدولي ولعب دورا مهما في تطوير وازدهار بلاده وأضاف أن الأمير الراحل عمل كذلك على تحقيق السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وقدم مساهمات مهمة لتطوير العلاقات التي تجمع الصين بدولة الكويت فيما تقدمت الحكومة البرازيلية أيضا بأحر التعازي للحكومة الكويتية ولأسرة آل الصباح معربة عن تضامنها مع الشعب الكويتي بوفاة الأمير الراحل رحمه الله في مذكرة التعازي التي نقلتها السفارة البرازيلية لدى البلاد وأعربت الحكومة البرازيلية في المذكرة عن بالغ الأسف بوفاة الأمير الراحل الذي عزز على مدار ما يقرب من 15 عام كأمير لدولة الكويت فترة السلام والازدهار للشعب الكويتي وذكرت أن الراحل قدم مساهمة أساسية في السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط واليوم تتوتد علاقات التعاون والصداقة بين البرازيل والكويت وتفتح آفاقا جديدة وواعدة لإحراز تقدم ملموس لمصلحة الشعبين ونعت عدد من المؤسسات الأهلية والعالمية والمنظمات الدولية فقيد الإنسانية وقائد العمل الإنساني مستذكرين سيرته العطرة في جانب رفع المعاناة عن شعوب العالم والمنكوبين ومواقفه رحمه الله النيرة في هذا الجانب ويشار إلى أن عدد من سفرات البلاد حول العالم أعلنت فتح سجل التعازي بوفاة أمير البلاد الراحل رحمه الله رحم الله أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد قائد العمل الإنساني وأسكنه فسيح جناته هذا وأقيمت صلاة الغائب على فقيد الوطن سمو أمير البلاد الراحل المغفور له بإن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد صلاة المغرب من مساء اليوم في جميع مساجد البلاد وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد دعت أئمة مساجد البلاد وعموم المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الغائب على فقيد الوطن كذلك أقيمت صلاة الغائب على الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في الحرمين الشريفين بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كما أقيمت صلاة الغائب على الأمير الراحل في مساجد قطر والبحرين الصلاة على الميت الغائب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رحمه الله الصلاة يرحمكم الله هذا وستقبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وأسرة آل صباح الكرام في مسجد بلال بن رباح سمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر والوفدة المرافق لسموه حيث قام بتقديم واجب العزاة في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرت صاحب السمو أمير البلاد الراحل طيب الله ثرى وقد أدى أمير قطر صلاة الجنازة على جثمان فقيد الإنسانية رحمه الله في مسجد بلال عصراء اليوم كما وصل إلى البلاد أيضا سمو الشيخ سيف بن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق لسموه وذلك لتقديم واجب العزاة وينضم إلينا عبر الهاتف رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري أهلا بك دولة الرئيس يعني بداية نعزي أنفسنا ونعزي العالم أجمع بهذا المصاب الجلل برحيل قائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه يعني دولة الرئيس سمو الأمير الراحل لطالما أحب لبنان ولطالما أباد له المحبة حرص على دعم لبنان ومساندته وكما كان مهمون باستقراره ورخاء شعبه دولة الرئيس ماذا تقول في هذا اليوم وماذا يمثل الراحل رحمة الله عليه للبنان يعني مهما إلنا من كلمات فإنهلت تفريح حكيم العرب الشيخ صباح الأحمد جاور الصباح حقه ومكانته ما ثبوت الشيخ خسارة كبيرة للكويت وشعبها مثل ما هو الضاري للبنان خسارة للبنان وشعبه للأم العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء يعني لا يمكن الكلام عن الشيخ صباح رحمه الله دون أن تذكر وقوفه الدائم إلى جانب لبنان وشعبه بأحلك الظروف وأصعبه وكذلك العلاقة التاريخية اللي جمعته مع الوالد الرئيس الشهيد رفيه الحريري وكان همهم العمل العربي والإسلامي المشترك وتركه بصمات لا تنسى في تاريخ العلاقة بين البلدان والشعبين الحديث عن الشيخ صباح بيقودنا إلى مكانته العالمية نظراً للأدوار اللي عبها في حال مشاكل وتقريب وجهات النظر وكذلك في العالم الإسلامي وأعطى العالم العربي وقضياء الحيز الأكبر من حياته الشيخ صباح أرسى رحمه الله مدرسة بالديبلوماسية لحل أضايا عبر الحوار وككل جسور التواصل بين المختلفين وأولى القضايا الإنسانية تماماً خاصةً حتى بيت يعرف الأمير الإنسانية يعني مجدداً بإسمي وإسم طيال مستقبل وكتل النيابية أقدم أحر التعازي لسمو الأمير الشيخ نوافل أحمد الجابر صباح وللشعب الكويت الشقيق لأنه فعلاً شقيق دائماً ويقف مع لبنان بكل ظروف وأنا على ثقاب أن الكويت في غياب الشيخ نوافل ستواصل مسيرة التقدم والنمو والإزدهار وحتكون كما كانت دائماً في قلب العرب وقلب العالم وإلى جانب العالم الإسلامي وحتى تحافظ على مكانتها العالمية يعني مثل ما قلت خسارها لا تتعود صراحةً من الحالي نعم دولة الرئيس حضرتك ذكرت العلاقة ما بين الكويت ولبنان هذه العلاقة علاقة أخوة ما بين البلدين ولها جسور ممتدة تاريخياً دولة الرئيس ما أبرز هذه المواقف الراسخة في الذاكرة اللبنانية عن سمو الأمير رحمه الله يعني تعرف كل المرحلة اللي كان فيها الحرب الأهلية ووصولاً للدفاق الطائف وكل هالمرحلة يعني سمو الشيخ الأمير أنه دائماً كان هو يعني المرتكز لحتى نقدر نوصل لتفاقهم بلبنان يعني وهيدي مرحلة أنت بتعرف قداش اللبنانيين دفعوا دم فيها ووقوف الكويت معنا كان دائم من دون أي شروط من دون أي طلب الكويت دولة وخاصة سمو الشيخ الله يرحمه كان دائماً بهالمرحلة خاصة وما بعدها كمان يعني ما ترك يعني خلال إعادة أعمار لبنان على أيام الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري أنت بتذكر قداش يعني يعني تساعد لبنان من قبل الكويت بالحرب 2006 قداش تساعدت الكويت لبنان أيضاً فما في مرحلة مرأ فيها لبنان إلا كانت الكويت صباقة والسمو الشيخ الله يرحمه كان دائماً دائماً إلى جانب لبنان نعم رئيس الحكومة اللبنانية السابق دولة الرئيس سعد الحريري كنت معنا عبر الهاتف شكراً جزيلاً لك شكراً وينضم إلينا عبر الهاتف رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية العم صالح الفضالة بداية أمير الإنسانية شيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه سيرة ناصعة ومسيرة عطاء طويل عصرتم الراحل في الكثير من محطات حياته ماذا تقول في هذا الرحيل المر؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بودي الحقيقة يعني عزي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي ونعزي أنفسنا بفقدان الراحل الكبير أنا تعرقت على صاحب السمو المقفور له الشيخ صباح الأحمد بداية عام 1981 عندما كان هو وزير للإعلام بالنيابة وكذلك وزير الخارجية بالأصالة وأنا كنت مقرر لجنة التعليمية في مجلس الأمة هذه بدايتي معه خاصة أني أنا كنت قادم من جهاز إعلامي ووكالة الأنباء الكويتية فكانت صلتنا الحقيقة صلة قوية وترصخت خلال فترة عضويتي ونيابة الرئيس اللي على مدى 11 عام إلى أن هو أصر على اختياري بعد ما تركتنا العمل النيابي على اختياري وأصر شخصيا أن يكون عضو في المجلس أعلى للتخطيط ومن ثم كذلك أصر على تعييني رئيس الجهاز المركزي هذه الفترة الطويلة من العلاقات الحميمة بيني وبين المغفور أدت إلى تواصل مستمر أنا اكتشفت واكتشف غيري وقبلي اكتشفت الأمة المتحدة أننا أمام هامة وقامة وعملاق عربي خليجي أصيل عندما سمي أميرا للإنسانية وسميت الكويت بلد الإنسانية إذن كيف كان سمو طيب الله ثراه مثالا للحاكم والمعلم نعم كان فعلا حاكما ومعلما وأبا حنيا على الأبناء على أبناء الكويت عندما تم تفجير مسجد الصادق وكلمة قالها حتى الآن نرددها أنها ذولة إعيالي عندما أصر أن يذهب إلى المسجد ومنع من قبل القيادات الأمنية إلا أنه أصر فبالتالي كان ينظر بعين حانية إلى الكويت والكويتيين اسمع خطاباته عندما يقول أنا لا أنام الليل عندما أشعر بأن هناك هم يعتري الكويتيين أليس هذا أبن حنون عندما يهرأ في رمضان ويربأ الصدع الخليجي وينتقل من دولة خليجية إلى دولة خريجية ويصلح ذات البين بين الإخوان أليس هذا عمل حاني أعماله الحانية كثيرة وكذلك حتى في مجال عملي عندما أصر بأن يا أخ صالح أصرف المعونات التعليم العلاج التومين إلى الأخوة المقيمين بصورة غير قانونية أليس هذا بأبن حاني عندما جمع التبرعات للدول العربية المتضررة والدول الإسلامية المتضررة يجمع لها التبرعات ويزيل عنها الغم والهم والأذى أليس هذا بأبن حاني أعمال مغفور له أعمال كثيرة لا تنسى على مر التاريخ لا تعد ولا تذكر أيضا رحم الله الفقيد قائد الحكمة وقائد الإنسانية واسكنه فسيح جناته رئيس الجهاز المركزي لمعالجة وضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة شكرا جزيلا لك أحسنت الصحافة المهلية والعربية خيمة على صفحاتها الحزن على فقيد الكويت سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد حيث اتشحت صفحتها بسواد وبكت حروفها أمير الإنسانية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك تأرى السادة وليد الجاسم الجاسم الرح فيك سادة وليد يعني انعزيك وانعزي أهل الكويت وانعزي المقيمين فيها بهذا المصاب الجلل يعني سادة وليد سلاسة في انتقال الحكم وانسيابية منسجمة مع الجسور كيف تقرأ هذه الصورة أول شيء نعزيكم ونعزي أنفسنا في هذا المصاب الجلل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته خسارة كبيرة للكويت وخسارة كبيرة للمنطقة وخسارة كبيرة للأقليم وخسارة كبيرة حتى عالميا في رحيله برحيله رحلت خبرة دبلوماسية كبيرة هائلة رحلت خبرة رأت تشكيل دول مجلس التعاون تشكيل وظهور بعض هذه الدول رأت رأب الصدع والخلافات شخصية تعلم جذور الجذور لكل خلاف موجود اليوم في المنطقة إقليميا وغيرا فيرى البعد النفسي ويرى البعد التاريخي ويرى البعد التأسيسي لجذر المشكلة وليس للمشكلة التي نراها فغيابة بالتأكيد يعني خسارة كبيرة ونعزي أنفسنا ونعزي المشاهدين ونعزيكم يعني بهذه الخسارة لما نسمع كلمات بعض من استضفتوهم دولة الرئيس سعد الحريري العم صالح الفضالة أمس السيد عمر موسى وشخصيات أخرى لامعة رئيس وزراء قطر السابق يعني ناس ما هم عاديين ناس اثقال لهم مكانتهم السياسية والإقليمية ويعرفون حق مقام هذا الرجل ولكن لا رد لقضاء الله والحمد لله وربنا يعني عوضنا خير بأخي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أميراً للكويت نتمنى لسموه كل التوفيق والسداد في مسيرة القادمة طبعاً الشيخ نواف مسيرة طويلة وتاريخ طويل ونعود إلى سؤالك اليوم انتقال سلس للسلطة من ظن أن الكويت لن يكون فيها انتقال سلس للسلطة لا يعرف الكويت حقيقة وهذا الانتقال السلس للسلطة اليوم يعكس أمرين يعكس عراقة التقاليد عند الأسرة الحاكمة التي تكون قادرة على يعني السير بهذه الأمور بمنتهى السلاسة والهدوء وعراقة التقاليد الدستورية والبرلمانية في هذا البلد التي تكفل أيضاً مهما كانت هناك مشكلات هذه السلاسة وتوجد الحلول لكل المعضلات لله الحمد لا توجد معضلات والأمور على خير ما يرام عندي كلمة ودي يعني أقولها ربما تكون حساسة قليلاً الواحد ينتقي كلماته أفضل قبل ما يقولها الشيخ نواف الله يعزه ويسدد خطاه نموذج يجب أن يحتذي به كل أبناء الأسرة الطموح حق مشروع لكل فرد من أبناء الأسرة الحاكمة في المناصب العامة والطموح نحو الحكم حق مشروع لكل فرد من ذرية مبارك الكبير في الأسرة الحاكمة وفق ما ينص عليه دستور البلاد الذي ارتضيناه جميعاً لكن هناك فرق بين الطموح وتجاوز متطلبات الطموح الشيخ نواف حفظه الله كان نموذجاً مختلفاً تماماً رجل يحبه الجميع رجل ما يذكر عنه أبداً أنه دخل في صراعات أو دخل في خصومات أو دخل في أمور من هذا النوع ومع ذلك في يوم ما وصل إلى المقعد الذي يستحق بكل تأكيد فبلوغ الطموح لا يكون بالضرورة بانتهاج أساليب تستعجل هذا الطموح واللي مكتوب لشيء رح يلقاه هذه الكلمة كانت تقرقع ببالي وحبيت أقولها وارجع لي أسألك نعم بو خالد يعني سمو أمير البلاد الله يحفظه شيخ نواف الأحمد في كلمته اليوم أمام مجلس الأمة وبعده أداء أهلي أمين الدستورية ركز على أمور عدة التمسك بالدستور والسمرار السير على النهج الديمقراطي باعتقدك ما هي أبرز ملامح سياسة سموه طبعا كلمة سموه الشيخ نواف اليوم كانت هامة جدا وواضحة جدا أكد على الثوابت الكويتية أكد على التزام حاكم الكويت بالنهج الديمقراطي وبالدستور وبالمؤسساتية في هذه الدولة وهذا التزام جميل جدا ومطلوب ورائع ويرسخ يمكن ما بدأنا فيه الحديث عن سلاسة الانتقالة التي حدثت والهدوء الذي خيم على كل الأجواء اليوم هذا يعكس هذا الثقل أو هذا الرصيد الثقيل لتراث الأسرة كما قلنا والدستور والدولة المؤسساتية فهذا الالتزام هو التزام من الأسرة تجاه هذا الدستور والتزام من الأسرة وحاكم الكويت تجاه شعب الكويت وفق هذه الوثيقة التي ارتضاها الطرفان عندما وضعت فأيضا سمو الشيخ نواف أكد على جزئية التزام محاربة الفساد وبالتالي السير على نهج أخيه الراحل بأن محاسبة الفاسدين أمر واجب مواجهة الفساد أمر واجب ولا أحد يعلو فوق القانون مهما كانت مكانت الاجتماعية أو اسمها أو انتماء نعم أبو خالد حضرتك تفضلت بالنسبة لمواجهة الفساد يعني أنت سبقتني في هذا الجواب أنا كنت أبي أسألك فيه ولكن راح نستكمل حوارنا اليوم معاك إن شاء الله لكن بعد هذا الفاصل خلكم معنا إذن نكمل معاك أبو خالد يعني لو نبي نتكلم في مواجهة الفساد هذه أحد الملفات اللي تشكل تحدي في المرحلة اليديدة توقعاتك يعني مع طبيعة التعاطي مع هذا الملف ملف الفساد بالتأكيد بيكون هو العنوان الأول للحملات الانتخابية القادمة وإحنا ورانا موسم انتخابي يأتي ضمن أجواء تغيير في الحكم ويأتي ضمن أجواء حكومة جديدة أيضا عمر الحكومة الحالية يعني قصير ولا نحملها ما لا طاقة لها به وظهرت مؤشرات وعناوين كثيرة براقة بالتأكيد هي هتكون عنوان الحملات الانتخابية القادمة أعتقد راح تكون هناك سخونة وراح يتحدث الجميع في هذه الملفات ونأمل وهذا ما نأمله ونراه يعني ونتمسمه في سمو رئيس الوزراء إذا كان يعني كتب أن يستمر رئيس الوزراء في المرحلة القادمة ما بعد الانتخابات إكمالا للسير على هذا المنهج وهو المنهج الذي أعلنه سمو الأمير الراحل شيخ صباح وأكد عليه سمو الشيخ نواف في خطابه اليوم في خطابه السابق نعم راح نستكمل معاك الحديث إن شاء الله بو خالد بعد هذه الوقفة مشاهدنا الكرام خلقكم معانا وراجعون إن شاء الله بعد دقائق اللهم يمن كتابه وهو حسابه ولي ترابه وألهمه حسن الجواب وطيب ثراه وأكرم مثواه واجعل الجنة مستقره ومأواه إنا لله وإنا إليه راجعون الحزن والحداد خيم على الشارع الكويتي الذي بكى على أميره الراحل الشيخ صباح الأحمد حيث أعرب المواطنون عن حزنهم وإيمانهم بقضاء الله متمنين التوفيق والسداد لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد نعزي أنفسنا ونعزي الشعب الكويتي بوفاة عميد الدبلوماسية وفارس العمل الإنساني وأب الجميع اللي احتوى هذا الوطن سيدي صاحب السمو الشيخ صباح طيب الله ثراه نعزي أنفسنا والأمتين الأمم العربية والإسلامية بوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح نعزي الشعب الكويت بوفاة المقفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح ونعزي الأسرة الحاكمة نعزي الشعب الكويتي وأسرة آل الصباح في وفاة الفقيد صباح الأحمد رحمة الله عليه ونبايع الشيخ نواف الأحمد سموه الأمير الحالي بالسمع والطاعة يقول الله يسدد خطاك والله يرزقك بالبطانة الصالحة والله يحفظ الشعب الكويتي والشعب الخليجي والأمة الإسلامية وإلى الأمام وحنا معك يا صاحب السمو قول وفعل وحنا ذراعك اليمين والله يوفك ويسدد خطاك ويعطيك طولة العمر والصحة والعافية نعزي أنفسنا ونعزي أهل الكويت ونعزي الصباح والله يرحم أمير البلاد وسكن الجنة ورح نكون مبايع الشيخ نواف حفظ الله ورعاه بالسمع والطاعة والله المناسبة حزينة جدا أولا شدة الحزن لكن بنفس الوقت نحن متفائلين في إن شاء الله القيادة الجديدة وإن شاء الله يجعله من أهل الجنة زعنا ولله عليه زعنا بس هذا قدر من الله الحمد لله عليك الحال عودة مجددا لكم مشاهدين الكرام بعد ما شفنا هذا التقرير وضيفي في الستوديو رئيس تحرير جريدة الرأي لساذ وليد الجاسم يعني بخالد شفنا التقرير وشفنا محبة الشارع للأمير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد يعني ما سر هذه الشعبية الكبيرة التي يحظى بها مواقف الشيخ صباح رحمة الله عليه كثيرة يعني الناس تذكر له الكثير من المواقف طبعا عندك في جانب الكفاءة والخبرة والتمكن عندك جانب الشعور بالأمان الإقليمي بوجود خبرة مثل خبرة الشيخ صباح الدبلوماسية والقدر على الحشد السياسي الإقليمي والدولي يعني رجل شفنا نحن في البيت الأبيض كيف عومل يعني عومل معاملة فوق حجم دولتنا أمانة الواحد يكون منصف يعني حجم دولتنا شنو اللي يعامل بموجبة هذه المعاملة ويميز هذا التمييز وحتى وهو على فراش المرض قبل رحيله بأيام يحظى بوسام من أرفع الأوسمة الأمريكية لم يمنح لقائد منذ سنوات لأن يعني شخص أعطى المقعد الذي تسلمه والحكم الذي أصبح بين يديه المزيد بخبرته وقدرته وتمكنه هذا يعطينا شعور بالأمان الكويت ما يخفاك يعني تعرضت لهزة عميقة جدا بالغزو العراقي وهذه الهزة حتى لو نسيناها تسكن في الوجدان ونظل دائما باحثين عن الشعور بالأمان الرغبة في الأمن والأمان هذه من احتياجات الأنسان الأساسية فوجود حاكم من مثل الشيخ صباح رحمة الله عليه يعطينا هذا الشعور يعطينا هذا الثقة الأمان والاستقر فوق هذا قرب للناس تواضعه معروف عنه وكل من تعامل مع الشيخ صباح يعني رجل لا يعشق البروتوكالات الزاهدة ولا يتبسط ويتحدث مع الجميع وابتسامته لا تفارغ محياة ولكن حتى ابتسامته هي يعني سلاح ذو حدين كان أحيانا الابتسامة تكون للطمأنينة وأحيانا الابتسامة التي لا أنساها لما عزت الدوري غلط على الكويت وأساء لها وأساء لحكامها وزير خارجيتها ابتسم ابتسامة الشيخ صباح لا أنساها والناس كثيرا ما فهمت يعني شلون هذا قاعد يقول شذيو وبدال ما تغضب تبتسم ارجع 2003 الكويت كانت بوابة العبور الأمريكي لإسقاط صدام حسين ونظامه وليلي يوم عزت الدوري إذا كان حي فعلا مثل ما نسمع بالتسجيلات مختفي بين الدهاليز والممرات ولا يجرؤ أن يكشف راسه أو وجهه أو يعلن عن مكانه فرجل مثل هذا يعني يخفي وراء هذه الابتسامة تخطيط كامل 2003 منه تجرأ من الدول العربية يساند الأمريكان في خلع صدام حسين وعملية أطلق عليها اسم حرية العراق واليوم العراقيين نفسهم تلهج ألسنتهم بالدعاء للشيخ صباح لأن مكنهم من التنفس والحرية بعد أربعين سنة تقريبا من قمع هذا الحزب الوحشي على الناس وإذاءهم فمثل هذا الرجل لما يبتسم بيحنو أبوي لما تدمع عينه بيحنو أبوي ما ننسى وقفته في مسجد الصادق ما ننسى وقفته في الكثير من المواقف الرجل يمكن من أحداث الثلاثينات وهو واعي ويعرف كل صغيرة وكبيرة في الكويت يعني علم من أعلام الكويت وجزء من مسيرتها وجزء من نهضتها وجزء من تنميتها وجزء من قراراتها وجزء من آلامها وأحزانها وفرحتها وسعادتها نعم فكم جيل مر علينا ما شاف أجيال مرت ونحن نشوف هذا القامة والهامة موجودة بيننا نعم وبالسنين الأخيرة زيادة التقدير العالمي والدولي له دوره في الأزمة الخليجية ما هو دور يديد ما كان له دور في توحيد أمارات الخليج أصلا ودور في حل خلافات هذه الأمارات ودور في اليمن ودور في مصر والشام ودور خليجي وعرزي وطين والمغرب العربي وباكستان والهند أدوار كثيرة جدا 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 فيه رجل يسمو بالكرسي ويرتفع به والشيخ صباح رحمة الله عليه كان من هذه النوعية وبنفس الوقت رجل في قمة التواضع ويتبسط مع الناس ويخاف عليهم والمواقف كثيرة ولا تحصى نعم رحمة الله عليه مستمرين معاك إن شاء الله بخالك مع وقف صغير إن شاء الله اللهم يمن كتابه وهو حسابه ولي ترابه وألهمه حسن الجواب وطيب ثراه وأكرم مثواه واجعل الجنة مستقره ومأواه إنا لله وإنا إليه راجعون وبوداع البلاد أميرها الراحل الخامس عشر المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد انتقل مسند الإمارة إلى صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد باعتباره الحاكم السادس عشر البلاد وفقا للدستور وأحكام قانون توارث الإمارة وذلك بعد توليه منصب ولي العهد لمدة أربعة عشر عاما وقف فيها إلى جانب أخيه الأمير الراحل وكان له سندا وعونا وداعما ومشجعا في صنع القرار نتابع هذا التقرير بعد أربعة عشر عاما من ملازمته لأخيه أمير البلاد الراحل المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد كولي للعهد ينتقل مسند الإمارة إلى صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد ليكون حاكم الكويت السادس عشر وفقا للدستور وأحكام قانون توارث الإمارة ولد صاحب السمو في عام 1937 في مدينة الكويت بفريج الشيوخ وهو النجر السادس لحاكم الكويت العاشر المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد الجابر الصباح نشأ سمو الشيخ نوافل أحمد في بيوت الحكم منذ ولادته وهي بيوت تعتبر مدارس في التربية والتعليم والالتزام والانضباط وإعداد وتهيئة حكام المستقبل درس سموه في مدارس الكويت المختلفة وواصل دراساته في أماكن مختلفة من الكويت حيث تميز بالحرص على مواصلة تحصيله العلمي وظلت هذه الصفة تلازمه وتجلت بتشجيع سموه لطلبة العلم في مختلف مراحل التعليم انطلاقا من رؤية سموه بأهمية التحصيل العلمي الذي يعتبر أساس تقدم المجتمعات ورقيها وكثيرا ما كان سمو الشيخ نوافل أحمد قريبا من المواطنين طوال مسيرته السياسية وكان للشيخ نواف تاريخ زاخر في العمل السياسي امتد لأكثر من نصف قرن بذل خلالها مع إخوانه من حكام الكويت جهودا جبارة لتعزيز مكانة الكويت بين الدول المتقدمة والمتطورة كما أضحى عطاؤه محل احترام وتقدير من الجميع فمنذ استقلال البلاد كان لسمو الشيخ نوافل أحمد بصمة في العمل السياسي حيث عين في فبراير من العام 62 محافظا لحولي حتى عين وزيرا للداخلية في العام 78 في عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وفي السادس والعشرين من يناير عام 88 تولى حقيبة وزارة الدفاع بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 91 تولى سمو الشيخ نوافل أحمد حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واستمر في ذلك المنصب حتى السابع عشر من أكتوبر عام 92 وفي السادس عشر من أكتوبر عام 94 تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني واستمر فيه حتى العام 2003 عندما تولى وزارة الداخلية ثم صدر مرسوم أميري بتعين سموه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية وبقي في هذا المنصب حتى تعينه وليا للعهد في عام 2006 وعندما تعرضت البلاد للغزو العراقي عام 1990 ساهم سموه في القرارات الحاسمة لمواجهة الغزاة وجند كل الطاقات العسكرية والمدنية من أجل تحرير البلاد وأدى دورا بالزا في قيادة المقاومة وتأمين وصول الشرعية للمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى جانب قيادته للجيش وتقلد سموه عددا من الأوسمة خلال مسيرته السياسية حيث منح قلادة الكنعانيين الكبرى من الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الرسمية للكويت في 2018 نستكمل الحوار مع رئيس تحرير جريدة الرائل الساذة وليد الجاسم أبو خالد هل رحيل الشيخ صباح الأحمد الله يرحمه سيؤثر على السياسة الخارجية للكويت أو ستتغير؟ سؤالك يعتبر امتداد طبيعي للكلام اللي كنا نقوله قبله شوي بالتأكيد لا أظن أن هناك تغيير كبير سيكون في السياسة الخارجية سموه الشيخ نواف يعني من المقربين جدا للشيخ صباح يعني يعرف كل الدوافع وهو شريك بالتأكيد في كل القرارات وهذه الشراكة ممتدة منذ سنوات وترسخت كثيرا منذ 2006 تسلم سموه ولعة العهد أيضا رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد هذا من مدرسة الشيخ صباح الأحمد وعمل سنوات طويلة في الدبلوماسية أيضا وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر أيضا من نفس المدرسة وعمل طويلا في وزارة الخارجية عمل مع الشيخ صباح وعمل مع تلميذ الشيخ صباح الشيخ صباح الخالد فبالتأكيد المصالح العليا للكويت النظرة السياسية الخارج راسخة وثابتة ويزيدها إن شاء الله سموه الشيخ نواف الشيخ نواف رجل يحبه الناس كثيرا رجل يحبه يعني إذا تشوف اليوم السوشال ميديا الكل مندفع حتى اللي ما يحطه علان يكتب كلام يعبر عن نفسه يعبر عن مبايعته للشيخ نواف الشيخ نواف لمستة الإنسانية معروفة وهم رجل تقي ورع محب للناس ومحب للدين ومعروف من أيام الاعدالية التزام بالصلاة وحتى لما انتقل إلى الصديق مسجده مع بيته ارتفع ويؤدي صلوات هناك رجل حازم بلا ظلم قوي بلا بطش وانا متفائل كثيرا بالمرحلة القادمة بانها هتكون مرحلة سكينة وهدوء وسلام واستقرار نحتاجه جميعا ان شاء الله هنخرج من الانتخابات ومشاكلها وكورونا وازعاجها ونعود بلد الخير والسلام مثل ما احنا كنا دايما ببركة الشيخ نواف الله يحفظه ويأيد خطا بإذن الله ان شاء الله يعني وصلنا يعني إلى ختام حوارنا اليوم معك ابو خالد ولكن هل من كلمة أخيرة توجهها لساعد المشاهدين يعني الله يرحم والدنا الشيخ صباح والله ويسدد خطا والدنا الشيخ نواف وانا دائما احب التفاؤل واعتقد ان الكويت محفوظة بإذن الله وبرحمة من رب العالمين وحكمة وطيبة حكامها وان شاء الله كل الخير جدا بإذن الله ان شاء الله كل الشكر لك رئيس تحرير جريدة الرأي وليد الجاسم يعني لحضورك لهذه النشرة الاستثنائية مشاهدين الكرام وصلنا معكم لختام هذه النشرة الاستثنائية على أن نلتقي معكم غدا بإذن الله في أمان الله اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار إنا لله وإنا إليه راجعون